أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة عاجلة بتكلفة تبلغ 16 مليار جنيه لتدعيم شركة نقل الكهرباء في 2016 لاستيعاب 14400 ميجاوات تنتجها وحدات شركة سيمنز الألمانية والتي من المقرر أن تبدأ في دخول الخدمة في نهاية العام المقبل وتتابع الوزارة بشكل حسيس تنفيذ المشروعات السلاسة للشركة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشركة وتتطلب إضافة هذه القدرات من هذه المشروعات السلاسة جهودا على جميع المجسويات على رأسها تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء